السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له بوجه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله من اتقع وتوقع عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل تيك مخرجا وأشهد عنا محمدا عبده ورسوله الذي تخص القرآن سبيلا إلى ربه ومن حاجا صلى الله عليه وسلم وعليه واضحابه العلام الهدى ومسباح الضدى وسلم تسليما كالصيرا إن شاء الله أما بعد أيها الناس أيها المسلمين والمسلمات فقد بطفة اليوم على فضل القرآن وكوته هذه نصيحة اليوم إليكم يا أهل الله وأهل الرسول من الإيمان والعبادة عباد الله إن هذا القرآن الذي بين أيدينا يصره الله لنا هو هول الله المطين وصراته المستقيم من تمسك به نجاء ومن عارد عنه هلق فلا ينجو من عذاب الله ولا ينفرس برحمة الله إلا من تمسك بهذه القرآن العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي بين أيدينا يصره الله وصأله هذا القرآن علينا وآمرنا بعمل به وتمسك به فيه الهدى كما قال الله تبارك وتعالى في عوضه القرآن الكريم علي فلا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه القرآن هدى ونورا وفيه صفاء ورحمة فيه الهداية وكان الهداية خير المواعب إلا رب الخلائق سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفي القرآن هداية جاية قال تعالى إن هذا القرآن إهادل التي هي أكبر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحا أن لهم أجلا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عتدنا لهم عذابا عليما هذا هو القرآن قال تعالى وننذل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خصاع إن شاء الله لأن القرآن حجة الله علينا لأن القرآن حجة الله علينا لأن القرآن حجة الله علينا كتاب عنذلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكروا للعباب هذه هو كتاب الله فيه سلامة من الفتك فيه النجاة من النار فيه سعادة الأبدية فيه خير كله فيه خير كله بشيرا ونظيرا هدى ونورا يسره الله به صدور وينير به البصاحر هو خير قلاب وأصدق القلاب تنذيل من الله سبحانه وتعالى كراعة القرآن أرض من معين ومن شقاوتي ومن مقر المعين إن اكتلاوة الكتاب ملك إن اكتلاوة هذا الكتاب القرآن المجيغ ملك إن اكتلاوته ملك وهو لمن يوخي نجاة الفلق كراعة القرآن ربهم ربهم الذي ينر الكتاب ربي يدوم سعادة مع العمل وبركات القرآن فاقت ذنه بركات القرآن فاقت ذنه كراعته يفوز حيث قالنا قنز الكتاب ليس يفنى عبدا قنز الكتاب القرآن مبي لا يفنى عبدا سرمنا وفي سعادة العبدية في خير كلهم بصيرا ونذيرا هدى ونورا ويصر الله به القرآن صدورا ويمر بإلا فصاهرة وخير القناة وأصدق القناة تنزيل من الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله الحمد لله تلاوة القرآن حفيفا على لسانه ونور القل طريق النعمة يكبر أنه كلام الله جل وعلا سبحانه وتعالى ولماذا زعم القفار ولماذا زعم القفار أن هذا القرآن من كلام محمد وقالوا هذا من كول محمد وليلا هو من كلام الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فهدم الله فهدم الله وعلا بأن يأتي بمثل هذا القرآن قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ويلا يحمسك ويلا تحمسك النقر human مؤسس ان الوقت نweisen الله نعم السلام النقر سن الفوان سن الفوان سن الفوان السلام صلى الله عليه وسلم أفلا يتنبار القرآن ولو كان من إد غير الله لوجدوا في اقتلافا كسيرا إباد الله يا إباد الله يا إباد الله دوهموا على كراة القرآن فإن القرآن يهتي عليكم يوم الكيامة شفاعة إذن فليتتقل عوامر الله كله لأن ما سمعتم به أما هو أقوى أذنكم ويراؤون بعيونكم ويتأخذون بأيديكم وما يمشون أثنكم وأيديكم أثنكم أفلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر